بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واهتدى بهدىه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب النهي عن التطوع بعد الإقامة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت هذه مسألة تتعلق بمسألة صلاة الجماعة وتتعلق بأمور في مساء في قضايا الصلاة الصلاة عموما أو صلاة النافلة عموما وصلاة الجماعة خصوصا والمجد بن تيمية رحمه الله ترجم بقوله باب النهي مع أنه ساق الحديث بلفظ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة والصيغة إنما تدل على النفي لكن العلماء يقولون إن النفي هنا يراد به النهي لما جاء من روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع أو نهى أن يصلي الإنسان النافلة إذا أقيمت الصلاة ففسر النفي بمعنى النهي والمراد بقوله عن التطوع مطلق التطوع ويندرج في ذلك ركعتي الفجر وهذه المسألة وهي مشروعية صلاة النافلة وقد أقيمت الصلاة من الأمور التي عرض لها الفقهاء وتناولوها بشيء من التفصيل ولذلك ذكر المصنف رحمه الله أو ذكر الشارح رحمه الله في هذه المسألة أقوال متعددة لأهل العلم هل النهي هنا لمطلق التطوع أو يستثنى من ذلك شيء فالذي ذهب إليه الفقهاء أن النهي مطلق يشمل كل صلاة نافلة أو كل تطوع ما عدا الفرض فيدخل في ذلك ركعة الفجر وغيرها من السنن الرواتب وغيرها من النوافل كتحية المسجد وأي صلاة لها سبب إذا دخل الرجل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا ينبغي له أن يدخل في تطوع واستثنى كثير من الفقهاء ركعتين الفجر واعتبروا هذا الحديث مخصوص بركعتين الفجر فإنه إذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة لصلاة الفجر ولم يصل لركعتين الفجر من الفقهاء من يرى مشروعيات صلاته لركعتين الفجر ومنهم من فصل بأنه منع أن تصلى في داخل المسجد لكن يصليها خارج المسجد ومنهم من كان تفصيله متعلقا بإمكانية الأداء بمعنى أنه إذا أدى الركعتين قبل أن تفوته الركعة الأولى من صلاة الفجر فلا بأس أما إذا كانت صلاته النافلة تفوته ركعة أو ركعتين على رأي البعض تفوته الركعتين فلا وهذه الاستثناءات التي ذكرها الفقهاء لم يقيموا عليها أدلة تستثني ذلك بل الذي جاءت به الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الإنسان النافلة ما دامت الفريضة قد أقيمت لها وما ذكره الفقهاء من مسألة ركعتين الفجر فقد ساق الشارح رحمه الله أحاديث كثيرة تدل على إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن دخلا في ركعتين الفجر وقد أقيمت الصلاة تارة باللفظ وتارة بالفعل أما باللفظ كقوله عليه الصلاة والسلام أصلاتان أو كقوله الفجر أربعا لمن رأاه يصلي ركعتين الفجر ركعتين الفجر قبل أو بعد أن أقيمت الصلاة وقبل أن يدخل مع الإمام وأما بالفعل فكونه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبه بعض الناس بأن يرتبى على منكبه وينبه بأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها إلى غير ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أن النهي عام يشمل كل النوافل وكل صلوات التطوع بما فيها ركعتين الفجر وهذا هو الرأي الذي رجحه الإمام الشوكان رحمه الله مما يدل على أن الصلاة إذا أقيمت لا ينبغي لإنسان أن يشغل بغيرها بل عليه أن يبادر للمشاركة وهنا يذكر الفقهاء مسألة وهي إذا أقيمت الصلاة والإنسان منشغل بصلاة أخرى ماذا يفعل أيقطعها أو يتمها أو أنها هي باطلة بمجرد الإقامة هذه أقوال للفقهاء فمنهم من يرى أنه إذا أمكر إتمام الصلاة قبل أن تفوت الركع الأولى أتمها ومنهم من يرى أنه يقطعها للأمر الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا صلاة بمعنى أنه لا صلاة شرعية أي لا تصح الصلاة فيقطعها ومنهم من يترخص في ذلك ويقول يتمها خفيفة والذي يبدو والله أعلم إن الإنسان إذا كان قد أدى معظم الصلاة بأن فرغ من الركعة الأولى ودخل في الركعة الثانية وبإمكانه أن يتمها خفيفة قبل أن يدخل الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام فلا بأس أما إذا رأى أنه لا يتم صلاته إلا إذا فاتته تكبيرة الإحرام فالأولى له أن يقطعها امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحكم عام في كل الصلوات يعني في صلوات النوافل يقطعها كي يدرك فضيلة الجماعة مع الإمام وكي يرتبط بالإمام الذي جاء ليصلي الصلاة معه هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة مسألة التطوع بين يدي الفريضة مع قيام الصلاة للفريضة وهنا مسألة يذكرها الفقهاء أيضا وهي هل يتعين عليه قطع الصلاة أو يحرم عليه الدخول في الصلاة عند ابتداء الإعلان بإقامة الصلاة أو عند الفراغ منها أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فمنهم من يرى أنها عند ابتداء الإقامة ومنهم من يرى أنها مع انتهاء الإقامة لأنه لا يقال أقيمة الصلاة إلا إذا أكمل الإقامة والمسألة كما سبق أن ذكرت تتوقف على إمكانية إتمام التطوع قبل تكبيرة الإحرام أو لا فإذا رأى المصلي أنه يتمها خفيفة قبل الدخول دخول الإمام وتكبير التحريم في الصلاة فالذي يبدو والله أعلم أنه يتمها حتى لا يضيع ولا يبطل عملا ولأن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة من أولها ونال فضل تكبيرة الإحرام لكن إذا كان هذا يعدي إلى أن تفوته الركعة أو يفوته شيء كثير من الصلاة فلا لأن الشارع إنما حرص على الجماعة وحرص على أن يصلي الناس صلاة واحدة وأن تكون صلاتهم يعني في المسجد مع الإمام لأن هو إنما شرع الإمام ليؤتم به ساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقوله إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والمراد بالمكتوبة يعني الواجبة المفروضة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهل المراد به كل صلاة مكتوبة أو المراد به الصلاة المتعينة قال المراد به الصلاة التي أقيم لها كما جاء في الرواية الأخرى إلا التي أقيمت يعني أقيمت الصلاة لها ومعنى هذا أن الإنسان لو كان يصلي فريضة جاء مثلا متأخر يصلي الظهر وأقيم الصلاة العصري فهل يدخل في هذا النهي ظاهره أنه لا لأن الصلاة التي يعديها صلاة مكتوبة لا يدخل في هذا الحكم وإنما المراد به صلاة النافلة والتطوع قال الحديث رواه الجماعة إلا البخاري فرواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساء وابن ماجا وأحمد وزاد في رواية لأحمد إلا التي أقيمت أي لها الصلاة يقول الإمام الشوكان رحمه الله متعقبا قال وفي الباب عن ابن عمر عند الدار قطني في الأفراد يعني في كتابه الأفراد وهذا حديث ابن عمر مثل حديث أبي هريرة قال العراقي وإسناده حسن قال وعن جابر عند ابن عدي أيوة في الباب عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند ابن عدي ذكره في كتابه المشهور المسمى بالكامل مثله يعني مثل حديث أبي هريرة لكن يقول وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث فرواية جابر رواية ضعيفة يقول والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتين الفجر وغيرهما قال وقد اختلفت الصحابة والتابعون اختلفت الصحابة رضي الله عليهم والتابعون رحمهم الله ومن بعدهم في ذلك يعني في هذه المسألة على تسعة أقوال على تسعة أقوال القول الأول أو أحدها الكراها يعني يكره أن يشرع الإنسان في صلاة النافلة إذا أقيم لصلاة الفريضة وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على خلاف عنه يعني عن عبدالله بن عمر في ذلك وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه فكلهم كان يرى الكراها قالوا من التابعين ممن يرى الكراها عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي رحمهم الله وكذا عطاو بن أبي رباح وطاوس يعني بن كيسان ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى فهؤلاء من التابعين كلهم يرى كراهة إنشاء الصلاة بعد إقامة الصلاة إنشاء صلاة تطوع قال ومن الأئمة أي ومن من ذهب إلى الكراها من أئمة الفقهاء سعيد سفيان بن سفيان الثوري وابن المبارك يعني عبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير يعني الطبر رحمهم الله تعالى فهؤلاء كلهم يرى كراهة إنشاء صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة أو عند إقامة الصلاة هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري يعني قال إن الثوري ممن يرى الكراها قال وروا عنه ابن عبدالبر والنووي تفصيلا يعني ليست الكراها على إطلاقها وإنما تارة تكره وتارة لا قال وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها هذا هو التفصيل الذي قاله الثوري يعني هو يرى الكراها في عموم النوافل واستثنى حالة خاصة في ركعتين الفجر لذلك أنه إذا جاء والصلاة يعني عند قيامها فإذا دخل أو فله أن يصلي ركعتين الفجر شريطة أن لا تفوته الركع الأولى من صلاة الفجر من الفريضة فإن قدر أنه لو صلى ركعتين الفجر تفوته الركع الأولى لا يدخل في الصلاة يكره له أن ينشئ ركعتين الفجر أما إذا قدر أنه يمكنه أن يتم الصلاة عن ركعتين الفجر قبل أن يركع الإمام فله ذلك فكأن الإمام الثوري رحمه الله يرى الكراهة إلا في ركعتين الفجر إذا ظن المصلي أنه يدرك الركعة الأولى من صلاة الفجر بعد أن يفرغ منها فكأن الإمام الثوري رحمه الله يعني قوله في الكراهة مبني على هذا التفصيل قال وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا يعني إذا لم يخش صلاها وسيأتي يعني كلام الإمام الثوري مفصل أما القول الثاني إنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتين الفجر وغير هما قاله ابن عبد البر في التمهيد وهذا القول ها سماه القول الثاني إيش الفرق بينه بين القول الأول القول الأول هو مين قال رأي الجمهور هل فيه تفريق ما فيه تفريق رأي الجمهور ها وإنما التفصيل عند الإمام الثوري فقط وإش الفرق بينهما لا يجوز بمعنى أنه يحرم القول الأول أنه يكره ها أحدها الكراهة